أعلنت الأمم المتحدة مقتل 108 أشخاص على الأقل منذ مطلع يناير الجاري في ضربات جوية يعتقد أن القوات الإثيوبية هي التي شنتها على أقليم تيجري وقالت المتحدثة باسم فوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن المنظمة الأممية قلقة حيال المعلومات العديدة والمثيرة للقلق التي لا تزال تتلقاها حول الضحايا المدنيين وتدمير ممتلكات مدنية بضربات جوية على منطقة تيجري في إثيوبيا مشيرة إلى أن هناك احتمالا أن تكون قد ارتكبت جرائم حرب في المنطقة